اشتركوا في القناة لعام الف واربعمائة واربعة وعشرين للهجرة النبوية مع ترجمته الى اللغة الانجليزية الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برض الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لا إله إلا الله المتوحد في الجنال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة مخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هموبنا وغموبنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الميل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضيا ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وأظهرت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أفصحك أحسن كتبك نغاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا لتلاوة كتابك من العاملين وإلى الذي لخطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القول والإنعام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنف بين قلوب المسلمين وحدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما توا على ذلك